ما لا يقل عن عشرة آلاف دونم من الأراضي الزراعية تعرضت للتجريف منذ مطلع العام الجاري بحسب ما أعلن عنه مسؤولون في وزارتي الزراعة والعدل بينما كشف برلمانيون عن تورط فصائل مسلحة وأحزاب ومسؤولين في حملة إزالة مساحات شاسعة من بساتين النخيل مسؤول في وزارة الزراعة أكد أن ما لا يقل عن 50% من المساحات التي تم تجريفها عبارة عن بساتين نخيل مشيرا إلى تورط جهات سياسية وقادة عسكرين بالجيش وفصائل مسلحة في الأمر في المقابل تشير تسريبات من وزارة العدل إلى تقديم هيئة النزاهة ملفات تثبت عمليات تلاعب بالأراضي الزراعية المملوكة للدولة وجرائم حرق متعمدة وإطلاف لها بغية تحويلها إلى أراضي سكنية وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة ومن أبرز البساتين التي تم تجريفها بساتين الدورة والجادرية جنوبية بغداد والتاجي والطارمية شمالية العاصمة والرضوانية غربيها بالإضافة إلى بساتين ضخمة في البصرة وبابل وصلاح الدين ونينوى وكاركوك وديالة التي شهدت عمليات تجريف واسعة لبساتين عمرها آلاف السنين وفق ما ذكره عضو لجنة الزراع البرلماني يرعى للدهلكي عضو لجنة الزراع في البرلمان علي البديري قال إن هناك جهات متنفذة في الحكومة مما يعرف بالدولة العميقة وجهات مسلحة غير منضبطة تسيطر على مساحات واسعة من بساتين النخيل وتعمل على تجريفها وبيع الأراضي من دون أي ضوابط فيما أكد نائب في لجنة الزراع بالبرلمان أن بعض دول الجوار كإيران تدفع باتجاه تجريف النخيل في العراق كونه يمتلك أجود وأفخر أنواع التمور لفسح المجال أمام التمور الإيرانية التي غزت الأسواق المحلية ويحتوي العراق على أكثر من ستمائة وخمسين صنفا من أجود أنواع التمور من نحو ألفي صنف في العالم ويعد أكثر بلد يحتوي على أصناف تمور مقارنة مع بقية البلدان وكانت أعداد النخيل في العراق تصل إلى نحو خمسين مليون نخلة أما اليوم فلا يتجاوز عددها ستة عشر مليون نخلة وفق إحصاء عام 2014 ترجمة نانسي قنقر